النهاردة رئيس عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بعد ما قبل استقالة الحكومة اللي تقدم بيها رئيس مجلس الوزراء تكليفات الرئيس السيسي كانت وضحة بخصوص أهداف الحكومة الجديدة وتحديدا مواجهة التحديات اللي بتواجه الدولة تطوير الأداء الحكومي وتحديدا في بعض الوزرات الخدمية والاقتصادية اللي محتاجة عملية تجديد دماء بعد ما استمر بعض الوزراء فيها لفترات طويلة الحكومة رغم استقالتها النهاردة هتستمر في تسيير الأعمال هتكمل المهمات بتاعتها هتكمل شغلها لحد ما تتشكل الحكومة الجديدة واللي هتكون من شخصيات بتجمع بين الخبرة والكفاءة وأصحاب التجارب في العمل العام من أهم ملامح المرحلة الجديدة والفلسفة بتاعت التغيير في الحكومة الجديدة هي التوسع في تعيين أكتر من نائب وزير في الوزارة الوحدة عشان يبقى فيه أجيال جديدة من الكفاءات في المناصب القيادية ده غير مساعدة الوزراء الجدد في المهام بتاعتهم اختيار الدكتور مصطفى مدبولي من القيادة السياسية يعني كان لأسباب كتير عشان يعني يشكل الحكومة الجديدة كان فيه أسباب كتير زي الملفات اللي هو نجح فيها التحديات اللي قدر يعديها سنين اللي فاتت زي أزمة كورونا زي عصار الحرب الروسية الأوكرانية ده غير تحقيق معدلات عالية في مشروعات مهمة زي حياة كريمة وأيضا نجاح صفقة راس الحكمة اللي كان ليها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري رئيس السيسي حط تكليفات واضحة حط خطوط واضحة للحكومة الجديدة أهمها بناء الإنسان المصري استمرار الإصلاح الاقتصادي جذب الاستثمارات تشجيع القطاع الخاص وواجهة التحديات اللي بتقابل الأمن القومي الحقيقة بيتعامل مع أوضاع إقليمية ودولية مش مستقرة الحكومة الجديدة عندها تحديات داخلية قديمة لازم تتعامل معها زي السيطرة على الأسعار ضبط الأسواق عشان المواطن يحس أنه في تغيير للأصدر